أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن ما يحقيقه أبناء البحرين من نجاحات تدعو للفخر والاعتزاز مشيدا سموه بالكوادر الوطنية والطاقات المبدعة التي استطاعت بالعزم والمثابرة أن تبلغ أعلى قمم النجاح وأن تنال تقدير واحترام الجميع على المستويين الأقليمي والعالمي وأشدد سموه أعلن التنمية البشرية تشكل مرتكزا رئيسيا ضد جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستويات الجودة للخدمات المقدمة في كافة القطاعات الانتاجية من خلال مواكبة المستجدات العصر ودعم الابتكار والابداع نحو مزيد من التطوير جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية اليوم وفدا من أعضاء جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية يأتقدمه الدكتور إبراهيم بن خليف الدوسري الرئيس الفخري للجمعية رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية وقد أطلع الوفد سموه على نتائج مشاركة وفد مملكة البحرين في أعمال المؤتمر الثامن والأربعين حول تنمية الموارد البشرية في ظل التحول الرقمي الذي أقيم في العاصمة البوسنية سارايفو مؤخرا ونظمه الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية وعضاء وفد مملكة البحرين بمشاركة إثنتين وثلاثين دولة وخلال اللقاء هنأسمو عضاء وفد الجمعية بنجاح أعمال المؤتمر وما حققه من صدى كبير في أوساط المهتمين بمجال إدارة وتنمية الموارد البشرية بما يعكس مدى قدرة أبناء البحرين وما يتمتعون به من كفاءة وقدرة على الإنجاز والتمييز في كافة المجالات وقال سموه أنتم رفعتم اسم الوطن عالميا ونفتخر بكم فتمثيلكم المشرف للبحرين في المؤتمرات العالمية ليس غريبا على أبناء الوطن فالبحرين كانت ولا تزال زاخرة بأبنائها المشهول لهم محليا وخليجيا ونفتخر بما يقدمونه من عطاء وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية وما تقوم به من دور فاعل عبر تاريخها الطويل في تطوير العنصر البشري بالمملكة عبر العديد من البرامج والفعاليات التي أسهمت في تعزيز كفاءة الموارد البشرية والارتقاء بمستوى القدرات المهنية والإبداعية للعاملين والموظفين في شتى القطاعات وقد بارك أعضاء الوفد لسموه بمناسبة اعتماد منظمة الأمم المتحدة لمبادرة سموه بإعلان يوم الخامس من أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير مؤكدين أن ذلك يشكل مصدر فخر واعتزاز للجميع ويعكس مدى تغدير المجتمع الدولي لإنجازات سموه في مختلف ميادين التنمية يسعدنا ويسرنا أن نرفع جميعا لمقام سموكم الغالي أسمى آيات التقديري وأخلص معاني الاعتزاز بجهودكم المستمرة في دعم مسيرة بناء العنصر البشري التي ولله الحمد تسير بنهج حضاري يتوائم مع أحدث وأعرق المواصفات العالمية للنهضة والبناء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما تولونه سموكم من رعاية واهتمام مستمرين بتشييد البناء واستثمار العقول البشرية سيدي راعي مجد هذا الوطن إن هذا النهج هو العرف السائد الذي سارت عليه جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية منذ إعادة انطلاقتها قبل 25 عاما مضت حيث استشرفت منذ ولادتها اليد المباركة من لدن سموكم وصارت بفضل تشجيعكم هي البيت الحاضن للثروات البشرية التي ساهمت في بناء العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة ورسخت بذلك أكبر قصص النجاح التي باتت يحتذا بها في كل محفل محلي وعالمي نشهد ونجني حصيلت جهودكم في دعم مسيرة التنمية البشرية ونترصد الأثر البالغ فيما رسختم سموكم من قصص الفخر والاعتزاز التي باتت مؤرخة في مقدمة المآثر التي يحتذا بها الاتحاد في كل محفل ومجمع فأنتم الرمز الحقيقي الذي به نحتدي ونقتدي بركة جهودكم يا صاحب السمو نعم القائد ونعم الأثر سيدي بجد هذا الوطن أن استقبالكم لنا اليوم هو الزاد الذي نستقي منه أسمى معاني العزم والإرادة لنكمل معكم المسير وجئنا اليوم في هذا المحفل التاريخي كي نزف لسموكم عظيم الإنجاز الذي حققه أبناؤك في تمثيل مملكة البحرين في شتى بقاع العالم سيدي صاحب السمو أن هذه المكان التي تصدرتها مملكة البحرين عنوانها خليفة بن سلمان القائد الوالد حفظكم الله وألبسكم دوما موفور الصحة والعافية ودمتم سندا وعونا وذخرا في دعم مسيرتي بنائي ونهضة هذه الأرض الطيبة بمؤازرتي ودعمي من سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه سيدي صاحب السمو حفظك الله عزا ومجدا ومنارة تحية طيبالك يا سمو الأمير من قلب لا من طفح فيظ المشاعر يثور وسلام أحلى من أفنان البنان الوفير أو من هلنعذب تشفى من عذوبها أسدور لك صوت نبع المشاعر مثل صوت الغدير لو كان صوتي بوسط الناس ماهو جهور يا سيدي قد بنيت المجد صرح كبير وتربعت فوق هامات الصعايب أقصور مجد الوطن مجد الوطن وانتهل كل الجمال السفير ولا فيه بين الخلائق قوم يشهدك زور خليت ممشاك عبرة في نفوس الكثير ووثقت في دفتر التاريخ صفحات نور علمتنا نعقد العزم ونحث المسير وان الوطن ثروه بعين الشجاع الغيور وكرمت طلابنا والعلم ليلة عسير وعلمتنا حوز الأسمى في جميع الأمور واصبح لنا صيت في كل المحافل شهير في كل دولة تميزنا عيون الحضور من البداية معك وإحنا معك للأخير يلي بشورك تشرف كل راين وشور في ضحكتك تلبس البحرين ثوب حرير واستنشقت من هواك العذب نفح العطور يا سيدي وانت هل دارك شهيق وزفير والأرض لو كنت ما تخطي عليها تبور مجد الوطن والشعر لو ما يوفيك غير أكبر فخر لا كسب طيبك من أول ظهور ولا غلاك بعيوننا يا سمو والأمير خليفة أكبر من اللي ينكتب بالصطور من ناحية أعرب السيد محمد محمود الشيخ الرئيس التنفيذي لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية عن خالص شكري وتقديري لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من دعم واهتمام ورعاية للجمعية والتي أصبحت معروفة عالميا بفضل مساندة سموه لها وأكد أن الجمعية أصبحت لها سمعة مرموقة في العالم وأعضاؤها يقدمون العديد من دورات التدريب في دول مجلس التعاون بفضل دعم سموه معربا عن أملي في أن يكون أعضاء الجمعية خير سفراء للبحرين في أي مكان يتواجدون فيه تشرفنا اليوم بالسلام على صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المؤقر طبعا هذا يعتبر شرف لنا كأعضاء جمعية البحرين للتدريب ولكل العاملين في التنمية البشرية في البحرين سموه يعتبر لنا هو القدوة والداعم للتنمية البشرية وبفضل دعمها لجمعية البحرين للتدريب استطاعت الجمعية أن تقدم المزيد من الفعاليات ونكون شركاء للجهات الحكومية في دعم التنمية البشرية في البحرين واستطاعت الجمعية أن تصل إلى العالمية فاليوم ولله الحمد عندنا طبعا في الاتحاد الدولي رئاسة الاتحاد الدولي برئاسة بحرينية برئاسة الدكتور إبراهيم بن خليفة دوسري وهذا كله طبعا بفضل الله ثم بفضل دعم سموه لنا في أعضاء جمعية البحرين نحن طبعا في كل لقاء مع سموه يعطينا الدافع والحافظ أن نحن نعطي الكثير ونعطي ونخدم المجتمع خاصة الجمعية عندها كوكبة متميزة من خبراء التنمية البشرية في البحرين وقادرين أن نعطي المزيد فكل الشكر والتغذير والعرفان إلى سموه على أعطاءنا هذه الفرصة التاريخية أن نقابل سموه ونستفيد من دعمه وحكمته ليعطينا المزيد من الدافع أن نعطي أكثر للبحرين